إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قرون كان مجبداً من المسؤولين لهم لكنه قد حقاً للغاية لله وكيف يحب الفرحين أنهم كانوا بحقاً لهم أنهم سبقاً لهم أنهم سبقاً لأمسكين وكيف يحب الفرحين له يقولون لهم فهو لا يحب الأمسكين لا يحب الفرحين أحصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين But seek with the wealth which Allah has bestowed on you, the home of the hereafter Nor forget your portion in this world, but do you good as Allah has been good to you And seek not occasions for mischief in the land, for Allah loves not those who do mischief قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ وَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمَّعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجِرِمُونَ He said, this has been given to me because of a certain knowledge which I have Did he not know that Allah had destroyed before him whole generations which were superior to him in strength and greater in amount of riches they had collected but the wicked are not called immediately to account for their sins